فمثلا العالم يبغض الرب يسوع العالم يبغض الكنيسة أو يبغض شعب الله إذا مثلا منقول على بعض الخطايا أو الممارسات في بعض الشعوب إنه هذا خطأ فنعتبر نحن شواز وكأننا فاعلي شر كما يقول الكتاب وإنه نضطهد من أجل البر من أجل الإنجيل من أجل اسم يسوع ونضطهد كأننا فاعلي شر لأنه منقول مثلا الإجهاد حرام ممنوع إنه هذا قتل نفس لأنه الطفل اللي في داخل في الرحم هو نفس مخلوق على صورة الله واليوم ملايين في الشرق وفي الغرب الناس عم بتقوم في عمليات الإجهاد وعاد عن الشزوز الجنسي والزواج الشاذ كله لو إحنا ما وفقنا نعتبر شواز وإنه للقائل نور ظلمة ظلمة نور خير شر أو شر خير فإذن إحنا مدعوين نكون منختلف عن هذا العالم فمحبة هذا العالم هي عداوة لله فهذا النظام الشرير الفاسد هو ضد نظام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر